السلام عليكم كديري لابس عليكم تمنى تكونوا باخر والاخير مرحبا بكم معي في مطبخ خوخة املاك فيديو جديد اللي انتمنى يعجبكم هنشارك معكم كيك بالتفاح وبالفواكيه الجافة كيجيل ديد بالزاب وغنشارك معكم حتى السر باش ما يبطش لكم هده كتفاح التحت والفواكيه الجافة تمنى تتبع معي الفيديو وعجبكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله احسن حاجة كنبدو بها الفيديو ديانا اول حاجة غناخد المول اللي غندير فيه الكيك وغاد يندهنو مزيان بالزبدة وغرشه بالتقيق الطريقة العادية اللي كندهنو بها المول وغندخلو الكونجيلاتون ونخليه عنين موجة الخليط ديال الكيك بالنسبة لنا الخليط ديال الكيك عندي ثلاثة ديال البيضات اللي نكون خرجتهم من تلاجة يكونوا باردين دائما البيض اللي غنكونوا نستعملوا في الكيك يكون خارج من تلاجة على الاقل واحد ساعة ديال مقانا غنضيف كاس لي معامر السكر سانيدة كما اشتوا معي ما كحتاش كاس عامر الكيك نقص الحلاوة عني جوصة شيات يولفاني اللي كيطيوها مادا قزوين من الاحسن ديرو جوج صافيه غنجيب الخلط الكهربائي وغرمده كنطلع في هاداك البيض حسا غادي تغيالي اللون ديالو باش نضيف المكونات الاخرى في هاد الاثناء غنضيف كاس لي معامر زيت ناباتية غنضيرو علاجوش مرات غنضيف نص ثاني وانا كنطلع في البيض غنضيف كاس ديال الحليب اللي يكون دافي مشي من تلاجة كاس ديال دانون ديال لباني وانا كنخلط حتى غي ندمج لي الخالط باش نمتك نضيف في الدقيق صافي هنا غنضيف واحد المعلقة اللي تكون عامره يخل كي اعطاه واحد لها شاشة زوينة وكي حيلينا داك ريحت لبيض صافي نخلط غي هاكا وغرمده كنضيف في الدقيق بالنسبة للدقيق اخر الفيديو را غتعرفوش حال هزيت اللي ديال ديال دقيق احنا غنضيف كاس ونص ديال ديال دقيق نضيرو علاجو فوعات باش ما تعقش لنا الكيك وليش حاجة نتحكمو في الخالط عن الجوج خمارة ديال الحلوة بالنسبة للخمارة ديال الحلوة يمكن لكم ضيفو حتى ثلاثة انا درتغي جوج صافي اكتافيت بيهم يمكن انتم اللي بتواجيكم طالعة كتر تقدرو تديرو ثلاثة وكننعرفو هاد الخمارة الكيميائي اللهم انجنبوها نضيرو جوج باركارة كافيين كدجي بارك الله طالعة وزوينة كيماشتو معايا ولكن عندكم المول صغر من هادا اللي عندير هادجيكم طالعة كتر صافي وانا كنخلط وانا كنضيفو الضقيق غنكمل ده بحالة درجوش كيسان نص الخالط الاخر الكمية اللي هزت ليه بالضوط ثلاثة الكيسان ونص ديال الدقيق ودائما كنقولها لكم على حسب النوعية ديال الدقيق اللي عندكم وانا كنضيفو الضقيق وانا كنشوف الخالط كيفاش الخالط لكم ختم التاصل يعني ربارك علي من دقيق وانا كنضيفو الضقيق وانا كتشوفو الخالط كاتهزو هاكا بالفوي اولا بالباطل كتشوفو كيفاش الخالط لباليكم ختم التاصل يعني ربارك علي من دقيق وكما كنقولو عيننا ميزاننا بالنسبة لطقيق راكسب قيد الضفي فيه حتى كيباليك الخالط ديالك راه جانس صافي انا هنا باركة من طقيق راكبالي الخالط تبارك الله هو هدك كماشتوا معايا كنولي نهزو بالخلاط وكنكتبي شي حاجة كي يبقى ليا كسبقة هنا غنجيب سباتيل وغاديا نقادل خالط على هاد شكل هادا وغاديا نجيب المول باش نديرو فيه بالنسبة للمول كنكونو دخلته لكونجلاتو كما كتلكم في الاول تفاديا باش ما تلسقش لنا الكيك صافي كنحاول نهز ايدي هاكا الفوق وكنخويتك الخالط كما كنت لكم هاد المول عندي انا را كبير الا كان عندكم شي مول صغير را غاديا جيكم طالع اكتر صافي من بعد مدرة الخالط ديالكيك هنا غنجيب تفاح عندي جوج تفاحات اللي غنقطعهم على هاد شكل هادا نقطعهم شرائح ولا تقدروا تحكو شوفو انتو ما كيفاش بغيتو هاكا كي جي تاني منظر ديالوزوين بها الطريقة هادي كنحاول نقطعو شوية رقيق بالنسبة عن الكميلي هزال لي ديال تفاح هزال لي تفاحة ونص ديال تفاح اللي درز فايتلي مشاركة معاكم تفاح هاكا حاكا في الكيك راكينا في الطريقة في القناة وها الطريقة ديال شرائح انا تقريبا لاغلب الكيك ندروم هاكا بالتفاح يعجبوني الكيك ديال تفاح كي جوجو زوينين صافي هنا غنجيب الخالط ديال كيك وغنبدك نرتب على هاد شكل هادا باش يجينا هاكا مقاد كنبقاو غادي انتا كنكملو الدورة ديال الكيك كامل باش يبقانينا هاداك تفاح الفوق باش كنخرجوه من الفران ضروري الخالط ديال كيك يكون شوية عاقد بحل الكيك اللي كندلو فيها الكريمة وحتى تهيك يكون خالط دياله شوية عاقد لانا لكان مطلوق تفاح رغض يهبط لكم كيما كتشوفوا معي انا كرتب تفاح وكيبقى بفوق باين صافي هنا من بعد ما كملت تفاح غادي نجيب شوية الفواكه الجافة اللي توفرطو علي انا ادرت شوية زبيب اللي رطبته في الماء وصفيتو ها الطريقة باش ما يهبطش لكم التحت ويتحرق دارو ورديرو شوية دقيق وديرو المهم اللي توفرتو علي شوية لقرق او اللوز او اللي توفرتو علي تطمر كيجيتا هو زويل اللي قطعتو هاكا ودفتوه معا في بيت شوكولا والمهم اللي عندكم توما غتي تقديو بي انا عندي زبيبو شوية لقرق بداخلها صفو غادي نغربي لهاك الدقيق اللي نحييي داك الاضافات ديال ديالتقيق هاد هاي شكل هادا هاكا هادا نقطع هاداك تريفها ديال عرق باش يجوني قطاع صغر صفو غنظرهم الفوق ديال الكيك على هاي شكل هادا باش كيب قو الفوق وما كيبتوش لتاح سو تحرقيني لها هاداكز ب بلشي حاجا هنا غنظف شرائح ديال لوز افلي سوف ندخل الفران بارد حتى تظهر لخطرها و تشد راسها و نشلعها من فوق و نرى شكلها النهائي هنا من بعد ما خرجتها من الفران كتجي على هاد الشكل هادا رمزها سخونة كتجي زبرك الله طالعة كما شتمعي و كتجي محمرة عندي واحدة ريحة من عودش لكم ريحة لفانية سوف نحيدها من جناب باش لك تلاسقه لا تهرس او لشي حاجة فاش غادي نبغي نحيدها سوف نضيف موليها غا نحيد هذا الايطار هاد المول باش زوين كتحيد هذا الايطار بوحده عاد كنحيدو هادا القاعد ديالو التحت كما شتمعي كنحيدها بسهولة ما كتكونش لاسقه لان المولد هنه و كما شتمعي دخلته الفريغو سوف نضيف شط بايسل هاكا و هدي نحيد هذا القاعد ديالو التحسيني يبش شوية سوف نضيفها في التبصل اللي غادي نقدموها فيه كتجي زوينه كما شتم تحت ديالو محبره زوين يمكن لكم تقدموها حتى لذيك الوجه اللي بغيتو رايحنا مع دير انتفاحو هذا نزينيها من الوجه ديالو غنخليوها لوجه ديالو سوف هنا غادي نجيب شوية الكمفيتير ديالو المشماش نغادي ندهليها لوجه ديالو او الناباج اللي بغيتو غا بشتعطي هادي كل لمعه زوينه وندي لها شوية لزامون دفيلي هاكا من الفوق اختياري هي رمزينا راسها براسها هاد الكيكا راكا جيزوين انتمنى تجربوها اكيدا غا تعجبكم هاكو سلقه هاكا ولا كويستاتي راكا جي رائعة وهذا هو فيديو تنهال اليوم تمنى يكون اعجبكم ولا اعجبكم الفيديو ما تبخلوش اليابي لا لايك ديالكم والباغتاج ولي ما زال ما مشتركش كنقول لا مرحبا بيك شاركي بالضغط على زل الاشتراك واشي وصلك كل جديد والى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة